تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة سلسلة جبلية وصفة بالاستراتيجية من قبضة ميليشي الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبل قشعان والجبال المجاورة له بمدنية بورط العنان شمال المحافظة واستهدفت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات كبدت فيها الميليشي الإنقلابية خلالها خسائر كبيرة وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحة في صف الميليشي الإنقلابية ومجموعة من الأسرى الذي تم أو ألقي القبض عليهم عقب المواجهات